الله أكبر الله شراط المستقيم شراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن لهم كفوا أحد الله الله شمع الله لمن حمد قبلها ولك الحمد اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرعف من ملك وأجمد من سئل وأرسع من أعطى كل شيء هارك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وأنت الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الظاهرين بغفتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وتعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعنذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعود بك من شر ما استعادك من وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون يا أيها قيم برحمتك نستغير أصنع لنا شهننا كله وأتكرنا إلى أنفسنا ضرفة عين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم يا فارج الأم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أسألك رحمة من عندك تغينا عن رحمة من سواك اللهم فرج كموبنا ونفس كموبنا وقضي ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وأصلح أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا واجعلنا وإياهم قداتا مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المؤمنين والمبنات والمسلمين والمسلمات والأحال منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين اللهم خص منهم الآباء والهمهات اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا اللهم وأنزلهم منازل الرضا والتكريم واتبعنا بهم بعد عمر قويل وعمل صالح في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا كريم لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأواطين ودرجة والحمد لله الذي بيده مفاتيح القرجة يا فرجنا ما إذا اغلقت الأبواب يا فرجنا إذا اغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب إذا هنال ها نحن قد وقفنا ببامك وعنت وجوهنا لجلالك وخطعت رقابنا لسلطانك فلا تردنا عن جنابك لمعروفك تعرقنا ولما بك طرقنا ومن فطنك سألنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسق الهدئين بالرحمة يا منتها كل شكوى ويا صاحب كل نجوى يا كريم الصح يا عظيم المن يا مبتد النعم قبل استحقاقها نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا باية ربتنا أن تعتق رقابنا من النار أن تعتق رقابنا من النار ورقاب والدين وأسواجنا وذرياتنا وأحبابنا وولاة أمرنا وعلمائنا اللهم اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رفا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسعة رزق ما قسمت فيها من خير وصحة وسعة رزق وعذف من النار فاجعل لنا منه أنفر الحق والنصيب وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد هامنا مطمئنا وخاءا وسائر بلاد المسلمين اللهم أن ترؤفو بالعباد ومنك سبحانك الرشاد نسألك أن تحفظ البلاد والعباد وأن تصر جنودنا ورجال أمننا على أهل الشر والفساد والأحقاد ونسألك يا ربنا لولي أمرنا وولي عهده التوفيق والسداد والعز والنصر والتأيد والرشاد إنك الكريم الجواد ورحمتك يا رحم الراحمين اللهم لك الحمد على أن بلغتنا ربطان فأعنا يا ربنا في الليالي العشر فعنا يا ربنا في الليالي العشر ووفقنا لقيام ليلة القدر واجعلنا ممن يطومها ويصومها إيمانا واحتزاما فينال الثواب والأجر برحمتك أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على أن جمعتنا من شتى الأصراع في أطهر البقاع فاغفر لنا وارحمنا يا خير من يجيب الداع ونن علينا بالوحدة والاجتماع وبالثبات على التوحيد والاتباع يا خير من يطاع برحمتك يا رحم الراحمين إلهنا نحن عبادك قد جئنا لبيتك الحرام نسألك الققول والرضا والرحمة والأخرى فلا تخيب وجاهنا يا رحمن وأجب دعواتنا وحقق آمالنا يا ذنيا اللهم إنا نعوذ برضاك من سفقك وعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثلال عليك إنتك ما فليت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى خير خلق الله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن قد تفى اللهم الله اللهم الله اللهم الله اللهم الله اللهم 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 عليكم ورحمة الله